يا شباب لا تبعونا مقطع جاهز عاطونا ما شاء الله أنا مستمتع جدا بالريالة حقكم يا شباب سؤال هل هذا المنظر يستحق أن يظهر على الشاشة أنا بس بس ألهم الشباب اللي نايمين هل هذا المنظر يستحق المشاهد أن يتعنى أن يفتح الشاشة على قناة الواقع ليرضى هذا المشهد سؤال أنا أتمنى أنا ما أقدر أجاوب على السؤال هذا لأن السؤال إجابته صعبة جدا لكن السهل للإجابة المتسابقين نفسه وصلنا اليوم 45 اللي هو منتصف البرنامج اللي هو مفترض أن نكون في أعلى رتم من الرياليتي والواقعية وتشربنا البرنامج فالأخير متسدحي لي راقدين فأحد يعني صلي الفجر وينجط لي سولف ينجط لي سولف فالخيمة إليه الساعة سبعة هم يرقود هم يقوم صلاة الظهر هم يقروا فهما في الحلمشعلي على قل سنعه وشيف أربع بس باقي النايمين سأل عني بي هم يرجعوني تكون في المجلس له رقود النوم ساس اللوم بان الردابة واللي يبضى فرات نومها شلافيح هذه أيام معدودة ترى والله تندمون عليها بكرة النهار أنا أطالب أن البرايم الجاي يكون خروج اثنين عشان تجي يظهر لهم قلوب رياليتي فاشل اليوم رياليتي سيئ بس استمتعنا في الفقرات استمتعنا في الفقرات جميعا فقرة تخذهاك هاي شموت على العظم أما الباقي ما أعرف شي ولما أقف فلبث أبي شرب السوالف والضحك والفلة فتح البث ما عندهم الا الشهيرات والمشاكل أمس سادث قصايا ددك ترى بعدنا صارت منوعة أنا صراحة أستغرب يعني شباب ايش تبغون ايش تبغون يا شباب قدمنا لكم فقرات قدمنا لكم مبادرات لما نعطيكم ريالتي تبغون لعب ولا تنمو يا جمع والله الفرصة اللي أنتم فيها الآن والله العظيم أن تندمون بكرة على كل دقيقة ضيعتوها في البث وأنتم نيمين والله أن تندمون على كل لحظة ضيعتوها هذه فرصة تمناها الكثير أنتم شفتوا كم عدد اللي دخلوا التصفيات كم الشخص دخل معكم وطلع من البرنامج الفرصة متاحة لكم الآن لا تضيعونها بالنوع يسألون فيصل العرجاني أو شي ضيف أنا بالنسبة لي هذا الضيف غالب